أسعدتم أوقات أيها المفكرون الصغار سيكون درسنا لهذا الأسبوع هو درس حرف الهاء ستبدأ بمهارة الاستماع وستقوم بدورك كمتعلم البكالورية الدولية بالاستماع إلى القصة وإعادة سردها بلغتك الخاصة وأن تتسمع بسمتي المفكر والمتأمل قصة حرف الهاء نحن في نزهة ذهبت الأسرة في نزهة لعب الأولاد في المياه فاتلت ملابسهم نادت ماما هيا يا أولادي غسل الأولاد أيديهم وبدلوا ملابسهم وعادوا فرحين النهاية ثم ستنتقل أيها المتأمل الصغير إلى مهارة التحدث ستقوم بدورك كمتعلم بتأمل لوحة حرف الهاء وأن تعبر عما تشاهد في هذه اللوحة من صور تحتوي في صوت اسمها على حرف الهاء ثم تنتقل إلى قصة حرف الهاء الهدهد هادئ ستقوم عزيزي المفكر بالاستماع إلى قصة الهدهد الهادئ وتأمل الصور المعروضة فيها من ثم محاولة إعادة سرد قصة الهدهد الهادئ بلغتك الخاصة أما هنا عزيزي المطلع سوف تقوم بالاطلاع على كلمات قصة الهدهد الهادئ وأن تجرد حرف الهاء من هذه الكلمات وأن تتعرف إلى مواضع حرف الهاء بحسب الكلمة بعد ذلك ستقوم بالانتقال إلى مهارة القراءة وهنا عزيزي المتواصل سيكون عليك القيام بدورك كمتعلم في جزئية مهارة القراءة فتقوم بتمييز اسم حرف الهاء وتمييز صوت حرف الهاء اسم الحرف هاء صوت الحرف هاء وأيضا عليك نطق حرف الهاء مع المدود القصيرة الفتحة، الضمة، والكسرة هاء، هو، هي ولا تنس أيها المطلع الصغير عليك أيضا تمييز حرف الهاء مع المدود الطويلة الألف، الواو، والياء ها، هو، هي وهنا أيضا عزيزي المتواصل عليك أن تقوم بمهارتي التركيب والتحليل وذلك بقيامك بتركيب المقاطع الصوتية لتكوين كلمة مثل المقاطع الصوتي الآتية ها، تي، فو عندما نجمعها سوية تصبح كلمة هاتف وأن تحلل الكلمة إلى مقاطعها الصوتية أيضا ككلمة هدا المقطع الأول هو المقطع الثاني دا وكلمة نها المقطع الأول نو المقطع الثاني ها وعليك أيضا تهجئة وقراءة الجملة الآتية لعبت مهة مع هدا أطعم هاني غزال المهة بصوت واضح وسرعة مناسبة أما في هذه الصفحة عزيزي المتأمل عليك أن تصل كل الصورة بالكلمة المناسبة لها فلننظر إلى الصورة الأولى ماذا يفعل سكر؟ هل يسبح؟ أم يرسم؟ أم تلعب؟ أم يشاهد؟ نعم، إنه يرسم أحسنتم وهكذا وآخر مهمة لك عزيزي المهتم في درس حرف الهاء هي مهمة مهارة الكتابة هنا عزيزي المتواصل في هذه الصفحة عليك قيام بدورك فتقوم بكتابة حرف الهاء بأشكاله المختلفة بداية الكلمة ووسط الكلمة وآخر الكلمة متصل وآخر الكلمة منفصل وأيضا عليك كتابة بعض الكلمات مثل كلمة هادي وكلمة نهر وهكذا هذا كل ما لدينا أحبة الصغار في درسنا لهذا الأسبوع درس حرف الهاء أسعدتم أوقاتاً